نروح بقى لنقطة مهمة جدا وهي تناول اعلامي المختلف اللي بيحصل مع النادي الاهلي فاكرين طبعا قزمة ريني فيلر لما انتهى عقده مع النادي الاهلي وطبعا النادي الاهلي قدر يتعاقد مع موسيماني في أقل من 24 ساعة ولكن بعض الاعلاميين خرج وصرح تصريحات بكل ثقة ان فيلر وجوده هنا في القاهرة او رجل القاهرة ليتعاقد مع فريق بيرامدز نشوف التصريح ونرجع نعاقد هيرجع فين فيلر هيروح بيرامدز هل فيلر سيكون مديرا فنيا لبيرامدز بقول هالكو ايش هو الراجل سبحكته هنا وذهب وعودة فانا بجيب من الاخر بجيب من الاخر هل يكون فيلر مديرا فنيا لبيرامدز هو حر والله مش الاهلي قالوا سمع عليكم مش الاهلي اللي مشاه مش الراجل كان عايز يقعد والاهلي مرضيش والاهلي مشاه هو حر يرفعي حت خلاص مش قصتنا عشان بس ايه الكلام الكتير بلاش الجملة التاني يعني عشان ايه بلاش الكلام الكتير لكن في حقائق وما بقول كلمة بتقف الزور وبعد شهر ولا شهرين بتنزلوا بتتبلعوا بتبقى زي الفول ها انا ما سألت هالفايلر هيلعب مع الاهلي وهيكون مدير فني مع الوداد ما الدنيا ما تقعدتش اعتقد نادي بيرمز اعتقد مع مدير فني واعتقد مش ريني فيلر واعتقد اعتقد يعني تقريبا ريني فيلر بحب شنطة هدومه اللي كان سيبة عشان يرجع يوم الحد وبعد شهرين كلمة الحق بتقف الزور وده كان تناول اعلامي حابين او كنا شايلين وكده وحابين نأكد عليه لاننا كنا عارفين مرانين وقلقات اه طبعا شايلين وحطينه كده لاننا عارفين ان ده مش هيحصل وفكرة التنبؤات بقى وفكرة اننا زعزع جمهير النادي الاهلي اصل فيلر راجع على بيرمز وفكرة التقليل بقى من المدير الفني مش هنقدر نجيب اعتقد الامور الحمد لله مشت بشكل مناسب جدا انت بتقول تنبؤات والله هي مش تنبؤات انت عارف الوقت ده كان بتاع رمضان يعني انت بتيجي بتحط كل الامور في بعضها رمضان في تفاوض انت ما سمعتش سمعتها لا معاك في ده فعلا انت بتضغط عن نادي الاهلي بشكل اعلامي ممنهج واعتقد مهيبة عبدالهادي عملوا الدور ده بشكل واضح وبنقول ان بقى مكشوف جدا وبقى الجمهور النادي الاهلي كله عارفه واحنا هنا هنرصده كل ما يحصل لان غالبا هي مش تنبؤات هي فعلا حاجات متعمدة ضد النادي الاهلي لن نقبلها ومش هنوعف الفخ وان شاء الله بازن الله النادي الاهلي بطل لدوري ابطال افريقيا عشان نخرز كثير من الانسنة ونشوفكو على خير الحلقة الجاية ويصير زال النادي الاهلي خطة احمر ان شاء الله